ومحمد حتى في المباراة نشوفه أكانجي أكانجي هو اللي يغلق على أبو كايوساكا لأنه معروف فريق أرسيونال إذن أصبح رحيل كونسيلو وكأنه نعمة على نادي مونشستر سيتي رغم الأداء الخرافي والاستثناء لكونسيلو منذ بداية هذا الموسم إلا أن عقليته وشخصيته لم تعجب بيب غورديولا الذي لعب أعتقد في الخمسة وستة المباراة الأخيرة لعب حوالي أربع مباراة بثلث مدافعين فقط وفاز بها كلها كلما يلعب ثلث مدافعين يفوز سمح لي فارس هذه النقطة برخوا نشوفه اليوم شوفوا أرسيونال يعني المباراة اللي فازوا بها محمد ليفتح المجال تهديف دائما مارتينيلي على الجهة اليسرى أو بو كايوساكا على الجهة اليمنى نشوفوا غورديولا تفطن لهذا الأمر دار أكانجي لأكانجي لاعب جد مميز محمد كي تحطوه على الأظهيرة موالف هو يلعب على الظاهير الأيمن فهذا المباراة لعب على الظاهير الأيصر على الكوتيقوش لأنه ما كاش اللعب آكي مصاب وعلى من جهة اليمنى دار والكار والوالكار عنده مدة ما رهو شي لعب والكار رهو مرتاح والكار عاد لقواه محمد نشوفه والكار في بناء اللعب دائما ما يكون في الدفاع دائما ما يكون حاضر هنا نشوفه باللي محمد غورديولا ما كاش حاجة يفوتها نعم ورحيل كانسيلو أدى إلى تألق لعبين آخرين هذا الموسم شاهدنا جون ستونز يقدم مباريات في أعلى مستوى ليويس شاهدنا أيضا دياز دياز إبداعات غورديولا لا تنجي أكانجي أيضا وكان استخلاص الدرس للموسم الماضي لأنه الموسم الماضي أمام ريال مادريد سبب لا نقول سبب الرئيسي في خسارة موشتر سيتي كان عنده مشكلة في المدافع الأيمن لأنه كان وولكر مصاب اضطر لإدخال فرناندينيو على الرواق الأيمن ما تسبب في هدف يعني كان يعني أدع كاريتي بالنسبة لفرناندينيو في تلك المباراة وكأنه تفطن لهذا الأمر والآن يخلق عنده البديل عنده وولكر وعنده آكانجي وآكي وهذه هي نقطة الفريق نقطة قوة الفريق هذا الموسم دفاع موشتر سيتي في بعض الأحيان لا يقوم بأخطاء بتاتا فرسل تتوقع فوز مونشستر سيتي بالثلاثية هذا الموسم ستكون ثلاثية تاريخية نعم وقريب جدا من دور الأبطال في الدور النصف النهائي صراحة قريب جدا من تحقيق لقب الدوري المرة الثالثة على التوالي وإيضا متأهل إلى نهاية كأس الاتحاد الإنجليزي سيكون موسم خرافي لجوارديولا إذا استطاع تحقيق هذه الألقاب الثلاثة ومستحق بنسبة لجوارديولا أنه نرشحه بنسبة كبيرة ولو أنه ريال مادريد لا تقدرش تتحدث على ريال مادريد في بطولة كأس رابطة أبطال أوروبا حتى تشوفهم في المباراة لا يمكن تنبؤ بأداء ريال مادريد في كأس رابطة أبطال أوروبا مع ذلك أنه نرشح سيتي يفوز نعم بطولته ونقول لك النهائي الموسم سيكون بين سيتي والميلان وسنشاهد اللقاء النهائي مرتاحين سواء أفاز بها ريال محرز أو إسماعيل بن ناصر ميدو نعم سيتي ثلاثية سيكون رائع جدا بالنسبة لباب بالنسبة لسيتي هل هو أفضل موسم جوارديولا منذ ارتحاقها بالسيتي كان الموسم اللي يخسر فيه نهائي دولة أبطال أوروبا مع تشاسي كان موسم رائع جدا من حيث الجودة في كورت القدم فوق أرضية الميدان كان موسم رائع جدا 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 بالنسبة لسيتي كان قدم فيه كورت قدم رائع هذا الموسم أيضا من بين الأفضل ربما ما بداش مليح لكن سيتي كالعادة مع باب دائما في نسق تصاعدي ما بداش جيدا لكن نطلق عودة صاروخية بنسبة لسيتي التحق اليوم قريب جدا من المركز الأول في الدورة الإنجليزية الممتاز يتوجد في نهاية كاس إنجل طرح سيلاعب يوم ثلاثة أجوان أمام نادي مونشستر إنيتد وفي نصف نهائي أمام ريال مادريد كما قالك فارس ريال مادريد إلى غاية نهاية المباراة في دولة عبطال أوروبا ويشتغل تحكم عليه لكن أعتقد لو يصل سيتي إلى النهائي ربما جوارديولا سيترك فلسفته جانبا وقد يكون استخلص الدرس من الخسارة أمام تشالسي في نهاية سنة 2021 لما كان المرشح الأبرز وخسر اللقب بسداجة أمام تشالسي بسبب فلسفة باب جوارديولا فوق أرضية الميدان اليوم يبقى وأنه عنده تعداد لبس بها عنده أسماء في دكتة الاحتياط شفنا يدخلوا محرز بإمكانه أن يلعب كأساسي في أي فارق نفس الشيء بالنسبة لفودان الفارس بطل العالم وكان كأساسي فقط منتخب الأرجنتين بإمكانه أن يلعب في أي فارق في أوروبا حتى في وسط الميدان يقدر يدخل من يشاف عنده أرمادة من اللعبين يقدر يعتامد عليها هدنا الصور التاكتيكية حسين مترف هناك بعض الصور التاكتيكية الضغط العالي الذي مارسه مانشستر سيتي على أرسنال الضغط العالي وكذلك الخطة التي لعب بها نادي أرسنال تفضل نشوف هنا يا فارق أرسنال بالأربعة ثلاثة ثلاثة نشوف بارتي في وسط الميدان مع تشاكا وأوديغارد دائما ما هناك ضغط من بارتي على قوندوغان وتشاكا على رودري نشوف أوديغارد دائما يروح الحامل الكرة اللي هو دياز ساكا يتجه نحو أكنجي لدائما قتلك محمد كانت سراع هنا كان هناك سراع دائما يكونوا ثنائيات نشوف ساكا مع أكنجي نشوف مارتينيلي مع وولكر نشوف جيسوس يروح لعند سطنس أوديغارد دائما ما يروح لعند دياز هنا محمد فارق أرسنال لا يمكن أن يواكب فارق موشيستر سيتي لأن المركزية للاعبه فارق موشيستر سيتي هي التي تسمح دائما أن موشيستر سيتي يجد دائما الحلول شاهدنا أيضا صعود بالكرة من وراء عن طريق سواء أكنجي أو دياز يصعدوا مباشرة وشوف سرعة في التلفيد حسين حتى استعملوا في بعض الأحيان كرة طاويلة بشي يوصلوا الهدف الأول محمد جاتهم كرة طاويلة كرة طاويلة لهالوند وين الخط الأول المهاجمي فارق أرسنال والخط الثاني وسط الميدان يعني عبر كرة طاويلة جاءت في رجل هالوند وين يعني يعطاها ديبراين ديبراين أكمل الباق أعطينا صورة ثانيات فضى الميدو عبدولي بألم فقط شيء واحد هنا الشيء يتحدث عنها 4-4-2 ودور ديبراين الكبير في محور الملعب هنا نرى طوماس بارتي بين نارين النار الخروج والضغط على قندوقان باش يدير لغاليتي نيوميريك في وسط الميدان لرودري انا ميدو اربعة ثلاثة ثلاثة مشي اربعة اربعة ثلاثة ثلاثة ميدو ألوند كمهاجم صارح وعندك غريليت حتى ديبراين يلعب كمهاجم ثاني هنا لكن في وسط الميدان هو الفوستر حسين هنا الرول كان أكثر في ظهر بارتي باش يروحوا أشاق فولوا دو كونتر دو اللي كانوا يروحوا هالند وديبراين مع هولدين وقابريال لذلك هنا هناك عندك زجحول من جهة أرسنال يكمل الضغط العالي كما راه وفي كل مرة يأكلوا ديبراين في ظهر بارتي ودائما الخط أورا كانت جيم المحور وعندك حال تاني يا أرسنال يخفف الضغط ويعود للخلف هنا راح يسمح بشيء آخر يسمح لمدافع السيتي بالخروج بالكرة بكل أرياحية مكاش ضغط ويخليهم حتى في بعض الأحيان يخلي أنه غوندوغال يتقدم الوسط الميدان الهجومي تقريبا مع ديبراين يسقط بين ديبراين وبين غريليش ويجي في وضعية وضعية الوسط الميدان الوهمي رفقة رودري يبقى في زوجة هنا أرسنال كان عانى في الشوط الأول بهذه الطريقة الهجوم الطريقة إلى بياب في غورديولا في الدفاع جستيومال أخطاء ما كاش بزاف أخطاء من حيث يعني بناء اللعب لو نقارن مع أرسنال وحتى مع بايرمينيخ شاهدنا أخطاء كثيرة من أوبا وبيكان وشاهدوا أخطاء من مدافعين في السيتي الأخطاء يعني تقريبا منعادة ما في الدفاع في بناء اللعب وهذه تشكل نقطة قوة تفضل هنا نشوف الضغط العالي لفريق سيتي نشوف هالوند كيف يخرج على حامل الكرة وهو هولدينك نشوف هنا ديبراين مع زيتشانكو بان وايت غوندوغان مع بارتي رودري كيف يخرج في وسط الميدان هنا نشوف سطنس ما كان يخرج كثيرا لوسط الميدان لأن أوديغار كان يخرج عليه دياز كان سطنس مجبر أنه يريح في محور الدفاع لأن سطنس لو كان يلعب المحور الوهمي ويخرج كثيرا لوسط الميدان كان يقدر يخلي يخلي تغرى ما بين دياز وولكير هنا سطنس ما شفناه يدخل كثير وتفضل ميد لا تفضل تفضل كمير اخلاص كمير هنا فقط شيء واحد شوفوا وصلت بالطروات أرسلون وايت غولدين وغابريال دور زيشانكو يروح لوسط الميدان رفقة بارتي يأتي عن يون دياجون الوسط الميدان كوسط الميدان إضافي هنا دكاء من باب غورديولا في شيء واحد أنه منع الجهة اليمنى من اللاعب باريحية بان وايت المراقبة الفردية طوماس بارتي وكذلك ساكا لا يمكنهم أن يكونوا باريحية على الجال يومنا الدفاع هنا يقول لك أبلجي لاتفيرسار أجوي أفعل صوت يتبصل على البوان فبالتاع يعني تجبر الخصم يلعب يخرج الكورة تكون من الجهة ضعيفة تاعه وهي غابريال غابريال مدفع محواري هنا ساكا هنا ربما مدرب آخر كان يطلب من برناردو سيلفا أنه مباشرة يضغط على غابريال يعني يقعد تجرب على قابريال ويمنعه لا يعرف لأنه غابريال بالكورة ما هو نفس الجودة مثلا من جهة بان وايت وساكا الجال يدل يخلق حر يلعب أرياحية دي براين كان بعد المرات يروح له ورودري يروح للزيشانكو في الرقبة لكن الدور الكبير هنا تختلف الأدوار يمنع تشاكا من اللعب بأرياحية لأنه تشاكا ممتاز على الجهة اليسرى لأنه يدفعك تلعب على الجهة اليسرى وينحيلك لجوار كلي ديالك أغوش لأنه يضغط عليه برناردو سيلفا في كل مرة لمنعه للخروج بكورة بكل سلاسة أعتقد بأنه حرب تاكتيكية انتهت لمصلحة باب